السلام عليكم كيف حالي شباب أبطال يوم مقطعنا راح يكون شارح تحديات دورة الصدوع تحديات جديدة على ثلاث جوائز اللي تشاهدوهم قدامكم طبعا شباب قد بداية مقطعنا أتمنى ما يكون شخص فيكم مشوف المقطع مو مشترك في القناة أتمنى تشاركو فيها وتفعل زر الدرس لا تنسوا اللايك لا تنسوا كود الشوب الجديد YZYDD قبل أن نكمل تأكد أنك عمل لايك تأكد أنك مشترك في القناة وهم شي لأنك تستخدم كود الشوب الجديد YZYDD لأنه عارف مرات تسحبوا هذا الكلام فتحبين تكونوا من دعمين القناة أتمنى تسوي هاي الأشياء وربي يساعدكم طبعا خلينا نبلش في التحديات وفهمكم فكرتهم اليوم شباب نزلت أربع تحديات تشفوهم قدامكم هاي أربع تحديات وفي أربع راح تنزل كمان لسبوع القادم مكتوب عندهم بعد سبع أيام فاليوم راح أشرح الأربع اللي نزلت وراح أشرح الأربع راح تنزل بعد أسبوع يعني اليوم الاثنين لاثنين قادم كمان راح تنزل كمان أربع يعني شوف أول تحدي وثاني تحدي بالقائمة اللي نزلت اليوم على XB 30,000 XB 30,000 XB التحدي الثالث لما تعمله بيعطيكم السبري أو البخاخ اللي قدامكم والتحدي الرابع شوفي كنته بيقولك كمل الثلاثة لفوق بيعطيك الرقصة اللي تشوفها قدامكم رقصة أريانا أمو عارف أريانا مو أريانا مو رقصة البوسة طيب بعد أسبوع شو الجوائز يزيد بعد أسبوع مثل ما تشوفوا قدامكم بتنزل ثلاثة تحديات اللي قدامكم المسربة طبعا أول ثلاثة كلهم على XB الرابعة بيقولك كمل تحديات ستة شو المقصود بستة يعني الثلاثة اللي راح تنزل بعد سبع أيام بالإضافة الثلاثة اللي نزلت اليوم فصار ستة فلما تعمل هاي ستة بتفتع عندك المظلة القدامكم شو تختلف عن المظلة اللي اعطونيها بحدث أريانا مظلة أريانا اللي اعطونيها كانت وردية لكن هاي المظلة اللي من التحديات راح تكون سيلفر وراح تكون كروم يعني حديدية بشكل سيلفر فثلاثة جوائز تقدر تحصل عليهم اليوم تحصل على ثنتين والسبوع القادم على المظلة خلنش رح تحديات اليوم أول تحديات ما بدو شرح مطلوب منك أنك تلعب أقيام مع أصدقائك يعني تلعب قيام بدو تريوس أو سكواد المهم تلعب مع أصحابك عشرة قيام وبتخلص التحدي الأول لما تخلصوا وبعطوك ثلاثين ألف اكس بي التحدي الثاني رح كون انك تحصل على مركز خمس وعشرين مع صديق وخمس مرات شو معللك كلام يعني لازم دو طيب أعطيكم فكرة كيف تجيب مركز خمس وعشرين بتدو وتطلع من الجيم أسهل لك هسا الدو يتكون من أفريقا كل فريق في شخصين اثنين بخمسين مئة شخص يعني الجيم الواحد تقريبا فيه خمسين تيم فحتى تصل إلى توب خمس وعشرين يعني لازم يكون باقي بالجيم بس خمس وعشرين فريق الجيم فيه مئة شخص بدو لما يظل عند الخريطة مكتوب لك انه ظل خمسين شخص فقط بالجيم وانت لسه عايش اعرف ان انت حاليا وصلت مركز خمس وعشرين فبدك تسوي على حركة خمس مرات بدو انت وصاحبك خمس مرات بدو يكون الجيم في مية وتستنى وتظل لك عايش حتى الجيم بيضل فيه خمسين خمسين شخص او اقل عادي اكثر من خمس لا المهم خمس مرات بدو انت وصاحبك وبتخلص التحدي الثاني بتكون جاي بمركز خمس وعشرين خمس مرات مع صديق ولما تخلص وبعطوك ثلاثين الف اكس بي التحدي الثالث رح يكون جايز البخاخ التحدي بيقولك استخدم الهولوغرام الفضائية بخيرها كما كنين اما انك تعملها بالغابات الباكية او بالجسر الحديد الاخضر فبتقل تعمل عند مكان واحد منهم فانا الاخطار الجسر الحديدي الاخضر وهذا مكانه في الخريطة ولما تخلص التحدي بيعطوك على طول البخاخ اللي قدامكم طب التحدي الرابع شو بضل عليك انك تخلص ثلاث تحديات الفوق لما تعملهم ثلاث هيك انك خلصت الرابع ورح تكون جايزة الرابع على الرقصة اللي قدامكم فاول ما تعمل الثلاث هيك انت عملت الرابع معهم وبعطوك الجايزتين البخاخ بريضافة للرقصة طيب نفترض انه مش اسبوع كامل ووصلنا التحديات اللي رح تكون بعد اسبوع ونزلت فبترجع المقطع انت بعد اسبوع تلقى التحديات الاربع اللي نزلت قاعد اشرحهم حاليا اول تحدي كمان نفس التحدي اللي قبل رح تكون انك تلعب عشرة قيام مع اصدقائك نفس الفكرة ما بدو شرح بتفوت دو او سكواد او تريوس مع اصدقائك عشرة مرات عشرة قيام وبعطوك ثلاثين الف اكس بي التحدي الثاني رح تكون انك تفتح السنديق الكوسميك شست اللي هي السنديق الكونية طبعا المطلوب انك تفتح اثنين مثل ما تشوفوا قدامكم بالفيديو هاي السنديق المقصودة كيف بتبين عندك لما تكون مكان قريب عليها بتطلع لك على الخريطة الصغيرة او بالخريطة الكبيرة بتطلع لك علامة الها فبتروح انت وصاحبك بالدو او تريوس او سكواد وبتفتحوا بطلوب انك تفتح اثنين من هذا النوع وبتخلص التحدي ولما تخلصوا بعطوك ثلاثين الف اكس بي التحدي الثالث رح تكون نفس فكرة التحدي الثالث اللي قبل انك تستخدم الهولوغرام الفضائية لكن مناطق مختلفة او مكتب الشريف فانا اخترت رسك ريلز هذي مكان على الخريطة وبتروح عليها وتخلص التحدي ولما تخلص التحدي بعطوك ثلاثين الف اكس بي وهيك بتكون اعمل ست تحديات الثلاثة اللي نزت اليوم القبل والثلاثة اللي رح تنزل الاسبوع القادم فالتحدي الرابع رح يكون انك تكمل ست تحديات المقصود فيه ستة يعني الثلاثة رح تنزل بعد اسبوع وثلاثة السابقات فصار عندك مجموع ستة بيعطوك الجائزة على طول اللي هي الغلايدر اللي قدامكم السيلفر او الكروم نفس الشكل الغلايدر طاعت اريانا لكن رح تكون كروم او سيلفر فبس شبابكم شرح تركوا التحديات كاملة وبكون علمتكم كيف تحصلوا على ثلاث جواز بخاخ رقصة والغلايدر فاتمنى اتمنى من كل واحد فيكم استفادة المقطع ان ينشروا بكل مكان حتى الكل يستفيد لان هاي الجواز ممكن توقعد اسبوعين وتختفي من اللعبة فانشروا مقطع بكل مكان حتى الكل يستفيد بالنهاية لا تنسى اللايك لا تنسى قد شب جديد يستخدم عندك في شب واحفظ وربي يسعدك همشي اللايك اللايك يسعد عن اشروا مقطع بكل مكان يا شباب لا تقصروا في اللايكات وبس بنهاية مقطعنا السؤال اليوم اليوم اللي هو كم تعطي تقييم لحدث اريانا من عشرة اكتب الطعليقات لاني رح شوف كل الطعليقات بالنسبة لي انا عجوب للحدث فاعطي تقييم ثمانية من عشرة فانت اكتب لي تقييم اقل الحدث في الطعليقات لاني رح شوف كل الطعليقات وبس يا شباب ربي يسعدكم مع كل شي مع السلامة الله ياخذ ايام ومعك واحد واحد نوك على بيه نظل معي ميني ناعم نوك اللي عندي ها مايي اعرف معم ولى الله ايها مسافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل يا اونا اضجي اننا using fire احد اوووو كيف اوه لتس جوووووو! اوهw كيف عندنا اشتركوا في القناة